اشتركوا في القناة فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَاءَ لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يبدأ الحديث في هذا الجزء من سورة ياسين التي تقدم معنا أنها تتحدث عن إثبات البعث والنشور والجزاء يوم القيام وفيها موضوع أصحاب القرية وما يتصل بها ثم دلائل الوحدانية من خلال خلق السماوات والأرض وإنبات النبات وإنزال المطر وتعاقب الليل والنهار وجريان الشمس والقمر والآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة والخطاب كما قلت متوجه بالدرجة الأولى إلى المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تجدون مثل هذه القوارع وهذه الآيات والعلماء دائما يقولون أن السور المكية مثل سورة ياسين تلاحظون والسور التي سوف تأتي معنا سورة الصفات سور مكية بالإجماع فيها قصر في الآيات وفيها شدة في العبارات وفيها حديث طويل عن البعث واليوم الآخر وإثبات الألوهية هذه كلها من علامات السورة المكية لأن الناس كانوا مشركين وكان الحديث يركز على هذه الجوانب هنا ينقل السورة سبحانه وتعالى إلى الجنة الآن فهو التحدث عن المشركين وعن الكافرين والمكذبين وجزائهم في الآخرة يتحدث الآن عن صورة من صور نعيم أهل الجنة فيقول الله سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون والمقصود به اليوم هنا يعني في الآخرة يعني عندما يدخل أهل الجنة الجنة هذا هو المقصود إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون يعني مشغولون بما يبهج وبما يسر فاكهون فاكهون يعني مسرورون والتفكه كما يقول العلماء إزالة الفكاهة يعني لاحظوا من اشتقاقاتها هذه اشتقاقات جميلة في اللغة العربية هذه فائدة في اللغة العربية أن التفاعل صيغة التفاعل تدل على ملابسة الشيء فإذا قلت مثلا مثلا يا شيخ تسلق محمد العمود تسلق العمود أو تسلق الشجرة تسلق يعني يتلبس بالعمود ويتسلق صح ليس معناها تسلق عن الشجرة يعني ابتعد عن الشجرة لا تسلق يعني تمسك بالشجرة وتسلق صيغة تفاعل في اللغة تدل على ملابسة الفعل تلثم تسلق إلى آخره إلا سبع صيغ في اللغة العربية فقط سبع صيغ تدل على مجانبة الفعل وليس ملابسة الفعل مثل تحنث مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو تحنث في غار حراء تحنث يعني ايش يعني تعبدا صح تحنث يعني تعبدا مع أن تحنث الحنث وش هو الحنث الذنب وكانوا يصرون على الحنث العظيم يعني على الذنب العظيم فتحنث معناها فر من الحنث اللي هو الذنب يعني تعبدا تألها فصيغة تحنث لا تدل على ملابسة الحنث وإنما على الفرار منه وتأثم إذا فر من الإثم وتحرج إذا فر من الحرج وتفكها اللي هي معنى هذه تفكها تفكها إذا أزال عن نفسه الفكاهة يعني الفكاهة هي ما يؤلم ولذلك إذا قال تفكها يعني أزال عن نفسه ما يؤلم وجلب لها ما يسر ولذلك الفواكه هي من هذا ما أخوذ أنا ما أدي أني أجزم إنها سبع صيغ مدره ستة أو سبع يعني هي محدودة في هذا الحدود يعني صيغ تفع على التي تدل على مجانبة الفعل وليس تدل على ملابسة الفعل واضحة ولا أنا صعبتها ولا واضحة ما يتحتاج تفع لا تحمل لا ملابسة الفعل تبرأ ما أدري والله هذه أنا ما أحفظها تبرأ لكن المهم من أشهرها تحنث وتأثم وتحرج وتفكها فهذه من الأصيغ التي تدل على مجانبة هذا الفعل فالله سبحانه وتعالى يقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون يعني أنهم مسرورون بما هم فيه من النعيم في شغل فاكهون من أصحاب الجنة وما هم مشغولين فيه مشغولين بالنعيم والنعيم أنواعه كثيرة صح ولا لا تستطيع تقول مشغولون بالأطعام مشغولون بالزواج كلها أنواع من النعيم في الجنة ولذلك تجدون في كتب التفسير أنواع من قوله إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون بعضهم يقول مشغولون بالنظر إلى وجه الله وبعضهم يقول بالسرور بالأهل وبالأبناء وبعضهم يقول مسرورون بالحديث مع بعضهم البعض وكلها من هذا من النعيم الذي نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياه ثم يقول الله سبحانه وتعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون من تمام نعيم أهل الجنة أن الله سبحانه وتعالى يلحق بهم أزواجهم وأبناءهم المؤمنين أليس كذلك قال وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بإيمانا ألحقنا بهم ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ولا شك أن من تمام نعيم الإنسان أن يكون معه من يحبهم في المكان الذي هو فيه أليس كذلك اللهم آمين يا رب العالم فلما يجتمع الرجل ومعه زوجته ومعه أبناء في الجنة نعيمه يكمل ولذلك لاحظوا أن الله يذكر دائما نعيم أهل الجنة فيقول خالدين فيها ما يقول في أهل الجنة خالدا فيها وحده لا لكن في النار ذكر الله سبحانه وتعالى قال وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا قالوا هذا أشبه ما يكون بالسجن الإنفرادي هو المسجون سجن الإنفرادي يشعر بالعذاب أكثر من المسجون مع بقية المسجونين لأنه إذا رأى غيره يشاركه ألهم يخف عنه يعني يتسلى لكن إذا كان يشعر أن هذا العذاب يقع عليه بمفرده فإنه يتضاعف عليه الألم فالله يقول هنا من كمال نعيم أهل الجنة أنهم هم وأزواجهم وأبناءهم يتنعمون في هذا النعيم قال هم وأزواجهم في ظلال الظلال جمع ظل يعني ظل الأشجار وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أشجار الجنة يسير الراكب في ظلها يعني أربعين سنة لا يقطعها قال على الأرائك متكئون والأريكة الأريكة هي الذي يتكئ عليه الإنسان ولذلك تجدون في كتب التفسير يقولون هي الحجال هي الحجال طيب وبعضا يقولوا طيب وشي الحجال يعني الحجال كلمة غريبة بالنسبة لنا أليس كذلك يعني الأريكة أسهل منها أنك تعرف أن الأريكة هو ما يتكئ عليه الإنسان وهذا من كمال النعيم يعني أنت الآن عندما تجلس على كنب مرتفع فهذا يعني أريح لك والكنبات وهذه الأماكن التي تجلس عليها أنواع وأشكال أليس كذلك فالله يريد هنا أن يقول أنهم يتكئون ويجلسون على أفضل المقاعد وأوثر المقاعد وإلا فلا يمكن أنك تستطيع أن تقول والله هذه مثل كذا في الدنيا لأنه كما قال ابن عباس لا يوجد في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فيها رمان وفيها زيتون وفيها نخل لكنه نفس اللي عندنا هذا لا هو شيء أكمل لأن الدنيا ناقصة كل ما فيها ناقص أما في الجنة فلا تقارن بالدنيا أبدا لكنها من باب التقريب للمعاني فيعبر عنها بمعاني نعرفها ثم يقول الله سبحانه وتعالى لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم يعني لهم كل ما يشتهون ولا شك أن نعيم أهل الجنة نعيم كامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أو كما قال الله في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقال هنا لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون وقال في سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد نسأل الله من فضله فنعيم أهل الجنة نعيم كامل لا تصفه العبارات ولكنها تقربه وإلا فوصفه على حقيقته هو أن تراه وأن تتمتع به سلام قولا من رب الرحيم في هذه الألايات الأربع تحدثت عن ثلاث مسائل عن تقرير المعاد يوم القيامة لأنه تكلم عن الجنة والمصير فيها بيان نعيم أهل الجنة أو بيان شيء من نعيم أهل الجنة ثم سلام الله تعالى على أهل الجنة وهذا فيه إشارة إلى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لأنه يسلم على عباده في الجنة فيردون عليه السلام وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما نرى البدرة في السماء لا نضام في رؤيته فهذا مما نثبته ونؤمن به بأننا إن شاء الله أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة أو في الجنة ثم يقول الله سبحانه وتعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون امتازوا اليوم أيها المجرمون معناها تميزوا في مواقف الحشر يوم القيامة امتازوا يعني تميزوا عن غيركم تميزوا يعني يا الله المجرمون على جنب والمؤمنون على جنب ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا وامتازوا اليوم أيها المجرمون يعني ليتميز المجرمون عن المؤمنين لأن لكل أناس منهم جزاء خاص نعم وقال فزيلنا بينهم يعني ميزنا بعضهم عن بعض نفس المعنى ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم لاحظوا هذا العهد أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ على بني آدم عهدا أن يتخذ الشيطان عدوا منذ أن أخرج آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه وحواء عليه الصلاة والسلام عندما نزء خرج من الجنة وخرج إبليس وهبطوا إلى الأرض بين الله لهم هذه الحقيقة أن الشيطان عدو لكم وطبعا العاقل عندما يقال له ترى فلان عدو لك يتربص بك العداوة ماذا يصنع يأخذ حذرة خذوا حذركم لكن الذي يحدث من بني آدم هو العكس كأن الله أمرنا باتباع إبليس ولم يأمرنا باتخاذه عدو نون ولذلك تعجبني أبيات المثقب العبدي في أبياته النونية المشهورة التي يقول فيها فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني وإلا فاتطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني فالله سبحانه وتعالى قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان طبعا قد يقول القائل يعني نحن لا نعبد الشيطان ولذلك هذا يذكرنا بقصة عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما قال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا وعدي بن حاتم كان نصراني قبل الإسلام فقال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن لا نتخذهم أربابا قال أليسوا يحرمون لكم ما أحل الله فتحرموه ويحللون لكم ما أحرم الله فتحله قال نعم قال تلك عبادته ليس بالضرورة العبادة أنك تسجد وتصلي لأبليس لكن مجرد أنك تطيعه فيما حرم الله هذه عبادته هذه العبادة حقيقة العبادة هي الطاعة والانقيادة فالله يقول لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم هذا طبعا السؤال سؤال استنكاري من الله سبحانه وتعالى يعني أنا أستنكر عليكم طاعتكم لإبليس مع أنني قد حذرتكم ونبهتكم إلى أنه عدو لكم فاتخذوه عدوا وتجنبوه وخالفوه وعصوه قال وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ثم قال ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ولقد أظل منكم جبلا كثيرا هذه قراءة أخرى أيضا قراءة صحيحة ومعناهما واحد ولقد أظل منكم جبلا يعني أقواما كثيرا كثيرة جدا فالجبلا هنا يعني القوم الكثيرة العدد أقوام كثيرة فالشيطان يعني قد أظل أمم وشغال يعني مستمر في عمله ومارس عمله بشكل يعني جد حتى يأذن الله سبحانه وتعالى ولكن إذا عرف المؤمن أنه محل ابتلاء في هذه الدنيا وأن الله صلط عليه إبليس يوسوس له ويزين له الباطل ويزين له ترك العبادة ويزين له الشرك ويزين له ما حرم الله وأنه في اختبار تماما في اختبار يختبرها الله سبحانه وتعالى يشوف هل سوف يطيع إبليس أم سوف يرفض أم سوف يطيع مرة ويقع مرة كما ذكر الله أن من الناس من يعمل عملا صالحا ويخلط معه عملا سيئا وهكذا ثم في الآخرة يأتي الله سبحانه وتعالى ويجازي كلا على عمله فيقول الله سبحانه وتعالى هنا أفلم تكونوا تعقلون في إشارة أيها والإخوة وهي حقيقة فعلا كما قلت لكم أن طاعة الشيطان تدل على قلة العقل فعلا لأن الله سبحانه وتعالى نبهك على أنه عدو وأنت تعلم أنه كان سبب في خروج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة ويعني هو سبب رئيسي من أسباب ضلال البشرية فكيف تطيع هذا دليل على أنه لا عقل لك أو أنك قليل العقل أو أنك تتخلى عن عقلك في الوقت الذي تطيع فيه إبليس ولذلك قال أفلا تعقلوا أفلم تكونوا تعقلون ثم ينتقل المشهد الآن إلى الجنة إلى جهنم والعياذ بالله يصور لنا مقدار العذاب الذي يقع على أصحابي النار فيقول الله سبحانه وتعالى لاحظوا كيف أن القرآن الكريم وهذا لا يمكن أن يكون إلا كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أحد من البشر يتكلم بهذا الكلام ويتكلم بهذه الثقة يصف لك أهل الجنة في الجنة ويصف لك أهل النار في النار كأنك تراهم كأنك تشاهد فيلم فيقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال ويذكر لك صورة كأنك تشاهد مشهد مع أنه شيء لم يأتي بعد ثم ينتقل إلى جهنم فيقول هذه جهنم يعني يشير إليها كأنها شيء موجود حاصل موجود الآن هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المشركين والمكذبين عندما يحاسبون كما في الحديث فيقول أحدهم لا أرضى اليوم شاهدا علي إلا من نفسي يا ربي أنت العدل فلا أرضى علي اليوم شاهدا إلا من نفسي فيقول الله سبحانه وتعالى في الآية اليوم نختم على أفواههم يقول الله سبحانه وتعالى أبشر طيب أنت لا ترضى على نفسك إلا شاهدا من نفسك بسيط فيختم الله على أفواههم فتشهد أرجلهم وتشهد أيديهم وتشهد ألسنتهم وتشهد جوارحهم عليهم بما كانوا يفعلوا طبعا هذا أمر في غاية المفاجأة بالنسبة للكفار والمشركين أنها تشهد عليهم ألسنتهم كما قال الشعبي وغيره أول ما يشهد أول ما يتكلم من جوارحهم الفخذ اليسرى تتكلم وتشهد بكل ما فعلت حتى أنه الشخص نفسه ما يستطيع أنه ينكر ويقول تبا لكن وسحقا عن كن كنت أناضل أنا أدافع عنكم فيقول الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم يعني نغلقها فلا يتكلم أحد باللسان وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وهذا من تمام عذل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل جوارح الإنسان تتحدث وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت فقال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الغاسرين وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم لأن الإنسان هل يستطر الإنسان من نفسه وهو يعص الله سبحانه وتعالى فالله يقول وما كنتم تستطرون ولا يخطر على بالكم أنه سوف تشهد عليكم جوارحكم التي مارستم بها هذه المعاصمة هذا الكلام أيها الإخوة لا يقوله إلا الله عالم الغيب المطلع على الغيب يعلم ما كان وما لم يكن وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف هذه الأشياء ولا يعلم عنها عليه الصلاة والسلام لولا الوحي وهذا من الأدلة التي تثبت أن هذا القرآن أيها الإخوة كلام الله سبحانه وتعالى الذي يتكلم بهذا الكلام الذي يعرف فيه الماضي والمستقبل وماذا سيحدث في الجنة وماذا سيحدث في النار وماذا سيقول أهل الجنة هذه تفاصيل لا يعرفها أحد إلا الله سبحانه وتعالى ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون يقول الله سبحانه وتعالى لو شئنا لطمسنا أعين هؤلاء الكفار المكذبين بمعنى سويناها طمسناها يعني سويناها فلا يبصرون بها تصبح مغلقة فاستبقوا الصراط يعني يأتون إلى الصراط فلا يستطيعون أن يمروا عليه ويسقطون دون حساب ودون مناقشة لكن من تمام عدله سبحانه وتعالى يناقشهم ويحاسبهم ويشهد عليهم أيديهم وأرجلهم حتى إذا شهدت عليهم وأخذوا أمر بهم سبحانه وتعالى إلى الجحيم ثم قال ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون والمسخ هو تغيير الخلقة من خلقة إلى خلقة يقول مسخناهم بمعنى أننا جعلناهم خلقا لا يتحركون لا يستطيعون مضيا ولا يرجعون والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولكن من تمام عدله فإنه يسأل ويناقش هؤلاء المكذبين الكافرين ثم يقول الله سبحانه وتعالى وهذه من القواعد القرآنية ومن نعمره ننكسه في الخلق وهذه أيضا من أدلة وحدانية الله سبحانه وتعالى الآيات ما زالت تستمر في إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى استشهد علينا بخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الشمس وخلق القمر وذكر شيئا من نعيم أهل الجنة وشيئا من جحيم أهل النار ثم رجع مرة أخرى إلى أدلة الوحدانية فقال ومن نعمره ننكسه في الخلق أي الرجل أو الإنسان أو المرء الذي يطول عمره ينتكس في خلقته فيضعف سمعه ويضعف بصره ويضعف تضعف جوارحه ولا يقوى على القيام ويصبح في ضعف في كل جوانب فيقول ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون في إشارة إلى أن هذا من دلائل وحدانية الله سبحانه وتعالى الذي يخلق الإنسان من ضعف ثم لا يزال يكبر يقوى 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 ثم يبدأ يضعف 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 حتى يرجع سيرتها الأولى من الضعف حتى ربما لا يعلم شيئا هذا المقطع يمكن أن نتوقف يعني وقفات معه من الفوائد التي مرت معنا في هذه الآيات تقرير المعاد وبيان موقف الجاحدين منه أن الله سبحانه وتعالى يؤكد على يوم القيامة والبعث ويبين موقف المعاندين هؤلاء تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم اثنين تأكيد عداوة الشيطان للإنسان وأن هذه العداوة قد نبهنا الله عليها من قديم من عهد آدم عليه الصلاة والسلام ولا يزال الرسل والأنبياء يؤكدون هذه العداوة حتى النبي صلى الله عليه وسلم ألا ما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان أيضا من فوائد هذه الآيات عجز الإنسان عن كتمان أعماله يوم القيامة يصبح صفحة مفتوحة لا يستطيع أن ينكر شيئا مما عمله ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فضيحة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه فهم لا ينكرون شيئا منه ولكنهم يتعجبون من دقته لا يغادروا لاحظوا أنه قدم الصغيرة على الكبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا ما ينكرون منه شيء ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ثم يقول الله سبحانه وتعالى هذه الآيات دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تأتي أيضا في سياق تقرير وحدانية الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم اتهمه المشركون بأنه شاعر واتهموه بأنه ساحر واتهموه بأنه كاهن واتهموه بأنه مجنون ما تركوا تهمة من التهم التي يعني يتهم بها الإنسان إلا وألصقوها بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عنها وهم يعلمون ذلك فمن التهم التي اتهم بها أنه شاعر قالوا أنت شاعر مثلك مثل النابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمة أطرفها بن العبد أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون هذا بيموت زي ما مات الشعراء الذين قبله فالله سبحانه وتعالى دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحفظ الشعر ولا يحسن روايته ولا يقيمه إذا أرد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع البيت مستقيم الوزن فيحفظه بشكل مكسور فمثلا يقول الشاعر وهو العباس بن برداس السلمي أتجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والأقرعي وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي العباس بن برداس لما جاء الرسول يقسم العطايا أعطى عيينها بن حصن مئة وأعطى الأقرع بن حابس مئة وأعطى العباس بن برداس خمسين فقال ليش تعطيني خمسين يعني أبوه هو ولا أبوه الثاني أحسن من أبوه فيقول أتجعل نهبي ونهب العبيدي اللي هو الحصان حقه يعني بين عيينة عيينة بن حصن والأقرعي والأقرع بن حابس وما كان حصن ولا حابس يعني أبوه لاثنين هذا ولا وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي فالرسول انبسط من هذه الكابيات وأعطاه قال اقطعوا عنا لسان أعطاه خمسين حتى يسكت فالرسول بعدين يتمثل بقوله فيقول أتجعل نهبي ونهب العبيدي بين الأقرعي وعيينة كسر البيت فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إنما هي بين عيينة والأقرعي قال سوا فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقيم الشعر إذا أراد عليه الصلاة والسلام وهذا من تمام ومن كمال نبوة عليه الصلاة والسلام ليش لأن المشركين لو كان الشاعر عليه الصلاة والسلام يقول الشعر كانوا قالوا هو أصلا شاعر ويحسن صوق الكلام هذا القرآن من عنده أصلا لكن الرسول أبدا ما كان يحسن الشعر ولذلك لما جاء القرآن كان دليل واضع على أنه من عند الله لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ الشعر ولا يقول الشعر وبالرغم من ذلك جاء على لسانه هذا القرآن العظيم وحيا من الله سبحانه وتعالى فهذه الآية تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الشعر بس لكن هل في هذه الآية ذم للشعر الجواب لا وإنما في قوله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فوصف الشعراء أن فيهم أهل غواية ويكذبون ويبالغون ثم استثنى منهم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلم فأيضا استثنى طائفا من الشعراء المؤمنين الذين يستعملون الشعر في الحق وفي المعروف فليس في هذا ذم للشعر وليس فيه ذم للشعراء المؤمنين وإنما فيه ذم للشعراء الغواه وقد ذكر بعض العلماء المقصود بالشعر الذي ذمه الله هنا ما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم وما هجي به المسلمون فضل لا هذا دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط أنه وما ينبغي له أي أنه وما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شعرا وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجلس حسان بن ثابت في المسجد في المسجد يدافع عن الإسلام ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا حسان أهجهم وروح القدس يؤيدك ما قالها لأحد ما قالها إلا لحسان فهذا دليل على أنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنشد الشعر كما في حديث عمر بن الشريد عن أبيه أنه كان ينشده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هيه هيه حتى أنشده مئة بيت فهو كان يستمع إليه ويحبه ولكنه لا يقوله عدم قوله له دفاع عن النبوة بس أما الشعر في حد ذاته فليس مذموما وما علمناه الشعر وما ينبغي له أي أنه لا يستطيعه لو أراده لأن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام دفاعا عن النبوة وحفظا للقرآن الكريم إن هو إلا ذكر وقرآن مبين النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به ما هو إلا هذا القرآن الوحي الخالص الذي جاء به جبريل ولذلك لاحظوا معي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر صحيح ولا يستطيع أن يقول الشعر صحيح ولا يحفظه صحيح ولكن بالرغم من ذلك جاء بهذا القرآن العظيم المعجز البليغ الفصيح الذي لم تعهده العرب ولم تسمع في حياتها مثله وكان يستوقفها ويجعل بعضها يسجدون من بلاغته وفي نفس الوقت الأحاديث النبوية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم مميزة عن القرآن فأنتم الآن إذا قرأتم في صحيح البخاري تعرفون أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلامه عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكارهت أن يطلع عليه وهكذا هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك فيه فرق كبير جدا بين القرآن وبين الحديث النبوي مع أن المتحدث بها من واحد عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغنا القرآن وهو الذي بلغنا السنة أو الحديث وكلها وحي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحي لكنها ليست شعرا وليست كهانة والنبي مؤتمن يقول هذا قرآن اكتبوه وهذا سنة أو هذا من قوله عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذا التمييز الواضح بين الوحي وحي القرآن والوحي من السنة وبين سائر كلام العرب وكيف نستطيع اليوم أن نفرق بينها طيب ثم يقول الله سبحانه وتعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين المقصود لينذر من كان ذا قلب حي مستجيب ليس المقصود لينذر من كان حيا يعني كان على قيد الحياة لا لينذر من كان حيا أي صاحب قلب حي يستجيب لأمر والنهي ويحق القول على الكافرين يعني يصدق قول الله وتقديره على من كتب عليه التكذيب من الكافرين لكنها تقام عليه الحجة ثم يقول الله سبحانه وتعالى مرة أخرى يذكر دلائل قدرته سبحانه وتعالى فيقول أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فيمتن الله بخلقه سبحانه وتعالى للأنعام وذللناها لهم يعني جعلناها مذللة الجمل هذا الجمل المتوحش ذليل للإنسان صح ولا لا يعني الطفل الصغير يقتاد الجمل حيث ما يشاء يقتاد مئة جمل وتتبعه وهذا من تذليل الله وإلا الجمل ما أحد يستطيعه لو أراد أنه يهيج على صاحبه ليس كذلك ومثله البقر ومثله الحمير ومثله سير الحيوانات فيقول وذللناها لهم فمنها ركوبهم شيء يركبون عليه ومنها يأكلون وشيء يأكلون لحمه ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فيقول الله سبحانه وتعالى أنهم بالرغم من هذه النعم يعبدون هذه الأصناع فيقول واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ينتصرون بهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند يعني يقول أنهم لا يستطيعون نصرهم هذه الأصناع مع أن هؤلاء المشركين يتخذونها جند لكنها لا تنصرهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون يعني أن هائذه الأصناع وهؤلاء الذين يعبدونها يحضرها الله يوم القيامة بين أيديهم يلا هذه الأصناع من التي كنتم تعبدون ماذا نفعتكم به إمعانا في إهانتهم وفي السخرية بهم قال فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون وهذا كما تقدم معنا مرارا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلي له أنه لا يحزن كما يقولونه لك يا محمد من التكذيب ومن السخرية فإنهم سوف يجدون جزائهم هذا المقطع فيه تقرير لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه الحكمة من نزول القرآن وهي أن ينذر الله به الأحياء من أهل الإيمان وفيه بيان لخطأ الذين يقرؤون القرآن على الأموات ويتركون قراءته على الأحياء بعض الناس ما ينتبه للقرآن إذا مات له ميت جمع الناس يقرؤون القرآن طيب وهو حي أولى بأن يقرأ القرآن له حتى يستجيب فنحن ما زلنا على قيد الحياة في وقت المهلة نحن أولى بقراءة القرآن والعمل به أيضا وجوب ذكر النعم وشكرها في آخر مقطع من السورة نختم به في هذه الدقائق يقول الله سبحانه وتعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين نعود مرة أخرى أيها الأخوة إلى تقرير دلائل الوحداني تعال أيها الإنسان الكافر الجاحت تعال أنت مما خلقت أنت أنت اللي أنت مزعجنا وتكفر وتجادل تعال أنت وش أصلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فيقول هنا أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة والنطفة هي الماء الذي خلق منه الإنسان النطفة هي التي يخلق منه فإذا هو بعد أن خلقناه وكبر فإذا هو خصيم مبين يجادل في الله وينكر وجود الله ويلحد بالله وهو الذي خلقه ورزقه وأعطاه ورباه وأنعم عليه قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وهذه لها سبب نزول في رواية أنه أبي بن خلف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عظم في يده وفتته قال يا محمد تزعم أن ربك يجمع هذا يبعثه بعد الموت قال نعم يجمعه وفي رواية أخرى أنه العاص بن وائل كلاهما روايتان العاص بن وائل اللي هو والد عمر بن العاص أو أبي بن خلف فقال نعم يجمعه ويبعث ويبعثك الله ويدخلك النار وقد كان فقد مات كافرين لاثنين قال الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه نزلت فيه الذي جاء يضرب الأمثال ويقول يفتت العظم ثم يقول هل يستطيع ربك أن يحيي هذا العظم قل قال من يحيي العظامة وهي رميم يعني وهي أصبحت متحللة مثل التراب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهذا دليل عقلي أيها الأخوة ما دام الله سبحانه وتعالى قدر على خلقك من العدم فهو قادر على إحيائك بعد الموت فهذا دليل باستدلال بالخلق الأول على الخلق الثاني والبعث الثاني قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الشجر الأخضر في العادة أنه ما يعني ما يتصور الإنسان أن يشتعل نارا لكن الله سبحانه وتعالى جعل الشجر يعني يخرج منه النار والشرر ولذلك كما يقول العلماء كل الشجر فيه نار إلا قليل من الأشجار مثل بعض الأشجار النادرة ما تقدح لكن مثل العفار ومثل السرح وأنواع مشهورة إذا ضربت العودين مع بعضهم البعض تشتب بالنار ويشعل بها الناس النار فالله سبحانه وتعالى يقول من تمام قدرته سبحانه وتعالى أنه جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أي توقدون النار ثم قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فالله سبحانه وتعالى رحمته كلام وعذابه كلام ونقمته كلام إنما قوله لشيء إذا أراده سبحانه وتعالى أن يقول له كن فيكون ثم ختم الله سبحانه وتعالى بتنزيه نفسه قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بهذا تنتهي السورة هذه السورة العظيمة وقد احتوت على يعني دلاء العظيمة أولا الإشارة إلى ختم النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة وتقرير النبوة عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه ونفي الشعر عنه ومنها إثبات اليوم الآخر والسورة كلها يعني في هذا الموضوع ومنها الإحصاء الدقيق لكل ما يعمله الإنسان من صغيرة أو كبيرة أيضا الاعتبار بسير الماضين كما ذكر الله في في أصحاب القرية وسورة ياسين يعني سورة عظيمة وهي تبدأ من مكان ما بعده يمثل ربع القرآن الكريم يعني من سورة ياسين إلى نهاية المصحف تمثل ربع القرآن الكريم ولذلك العلماء يسمونها ربع ياسين وبعض العلماء يعني يحرص على أنه يحفظ من ربع ياسين إلى نهاية القرآن ويكرر ولا شك أن من يحفظ ربع ياسين ويتعلمه فقد يعني تعلم خيرا كثيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحبه وإرضى وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك